الشيخ المفيد يحدثنا فيقول لما كان يوم خيبر خرج رجل من اليهود يقال له مرحب وكان طويل القامة عظيم الهامة وكانت اليهود تقدمه لشجاعته ويساره يساره يعني كان غنيا قال فخرج في ذلك اليوم إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله فما واقفه قرن قرن يعني بطل فما واقفه قرن إلا قال أنا مرحب ثم حمل عليه فلم يثبت له يفر أو أن يقتل بين يده فلم يثبت له إما أنه يفر أو أن مرحب يقتل قال وكانت له ضئر ضئر يعني مربية مرضعة وكانت له ضئر وكانت كاهنة تعجب بشبابه وعظم خلقه وكانت تقول له قاتل كل من قاتلك وغالب كل من غالبك إلا من تسمى عليك بحيدرة فإنك إن وقفت له هلكت قال فلما كثر مناوشته وجزع الناس بمقاومته شكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله وسألوه أن يخرج إليه علي قطعا ليس الجميع سأتلو على مسامعكم روايات البعض ما كان يحب أن علي هو الذي يحمل هذه الرأي حسدا وحقدا فلما كثر مناوشته وجزع الناس بمقاومته شكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله وسألوه أن يخرج إليه علي عليه السلام فدع النبي عليا وقال له يا علي يا علي اكفني مرحبا المسلمون ضجوا المهاجرون فروا الأنصار فرت جندل رجالنا يا علي اكفني مرحبا لذا نحن نقرأ في دعاء الفرج نطلب الكفاية من علي يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفيانا فإنكما كافيا وانصرانا فإنكما ناصران هذا الدعاء الذي أيضا يضعفه علماؤنا ومراجعنا وخطباؤنا أعلى الله تعالى مقاماته وقال له يا علي اكفني مرحبا فخرج إليه أمير المؤمنين عليه السلام فلما بصر به مرحب يسرع إليه فلم يره يعبأ به مرحب تعجب من هذا الجميع كانوا حين يقبلون على مرحب يعني في حال تردد من هذا الذي لم يعبأ لا بمرحب ولا بغيره فخرج إليه أمير المؤمنين فلما بصر به مرحب يسرع إليه خرج مهرولا فلم يره يعبأ به فأنكر ذلك يعني مرحب استغرب أنكر ذلك هذا أمر غريب فأنكر ذلك وأحجم عنه لم يتقدم مسرعا ثم بعد ذلك تقدم ثم أقدم وهو يقول أنا الذي سمتني أمي مرحبا فأقبل علي وهو يقول أنا الذي سمتني أمي حيدرة فلما سمعها منه مرحب هرب هرب مرحب ولم يقف خوفا مما حذرته منه ضئره المربي الكاهنة فتمثل له إبليس في صورة حبر من أحبار اليهود فقال إلى أين يا مرحب فقال قد تسمى علي هذا القرن بحيدرة هذا الفارس الذي جاء لنزال هذا المقاتل اسمه حيدرة فقال له إبليس فما حيدرة فقال إن فلانة ضئري كانت تحذرني من مبارزة رجل اسمه حيدرة وتقول إنه قاتله فقال له إبليس شوها لك فقال له إبليس شوها لك يعني تعسل له يا لقباحتك فقال له إبليس شوها لك لو لم يكن حيدرة إلا هذا وحده يعني إبليس يقول له قالت لك الذي يقتلك اسمه حيدرة العالم فيه الكثير اسماؤهم حيدرة لو لم يكن حيدرة إلا هذا وحده لما كان مثلك يرجع أنت الفارس البطل لو لم يكن حيدرة إلا هذا وحده لما كان مثلك يرجع عن مثله تأخذ بقول النساء وهن يخطئن أكثر مما يصب وحيدرة في الدنيا كثير فارجع لعلك تقتله فإن قتلته ست قومك وأنا في ظهرك أستصرخ اليهود لك فرده محاولة من إبليس لعله يؤذي علي فوالله ما كان إلا كفواق ناقة فواق ناقة يعني الوقت الذي يصرفه حالب الناقة عند حلبها هذا الذي يقال له فواق ناقة يعني دقائق ما إن رجع دقائق فوالله ما كان إلا كفواق ناقة حتى ضربه علي ضربة سقط منها لوجه وانهزم اليهود يقولون قتل مرحب قتل مرحب اليهود يعرفون مثل ما مرحب يعرف حيدرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماذا قال لأمير المؤمنين قال له وعلم يا علي إنهم يجدون في كتابهم ماذا يجدون أن الذي يدمر عليهم اسمه إلي ليس فقط مرحب هم يعرفون أيضا